كابتن خلينا نتكلم عن أفريقيا وبمعنى داخلينا على مرحلة مهمة كنت لسه بتقولي في الفاصل نفسي قوي نكسة بأفريقيا وده ده حلم كل الجماهير الحقيقة في الفاصل طبعا كنت بقولك أنا نفسي نكسة بأفريقيا لأن أنا عارف قيمة البطولة أفريقيا بالنسبة للجمهور وبالنسبة للعيبة بالنسبة للجاز فني وبالنسبة لمجلس إدارة بطولة مهمة جدا غايبة عن نادي الأهلي بقالها فترة نتمنى إن شاء الله التسعة تتحقق لها فرحة مختلفة أنا عشرت نادي الأهلي تجبت جون في أفريقيا جبت أنا في مباراة أسك 2-2 هنا في القاهرة فحلوة بطولة أفريقيا ومتعتها للجمهور كبيرة قوي ما فيه شك إن بطولة الدورة بطولة مهمة جدا بس فرحيتها مختلفة عن بطولة أفريقيا كاس عالم يا بان يعني يكفي كلمة كاس عالم لسه عندك زي كاس العالم لحد النهاردة عندي البدلة بتاعت النادي الأهلي كرافات كبيرة شوية لوجه بتاعت النادي الأهلي طبعا كان مشكلتها كل ما بفتح الدولة ببص في الجرافات بتاعتها كبيرة قوي فبقول حتى كنت 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 لبس الجرافات دي حتى بناتي بالتاريخة أعلى الجرافات يعني لحد الوقت إنت كنت 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 لبس هذه الجرافات دي لأ بطولة أفريقيا بس بهم مبسوطين يا كابتن طبعا طبعا طفل بفخور بوالده أنه يكون متواجد في نادي أهلي متواجد في بطولات الناس بتتكلم عنك لحد ما بطلت كورة بعد 4-5 سنين فدي حاجة بعتز بيها وبتشرف بيها قدام أولادي وأسرتي كلها طبعا فزي ما بقولك لأ بطولة أفريقيا حاجة في سيفي للعيب كده كبيرة قوي حاجة قايمة جدا اللعيبة بتحس في فرحاتها عن بطولة الدوري بشكل كبير زي ما قلت لك برضو في سيفي للعيب أنه يلعب كاس عالم دي حاجة كبيرة جدا بتمنى إن شاء الله أن البطولة ترجع نادي الأهلي تاني بطولة أفريقيا اللعيبة تشد حلها يعرفوا إمتى البطولة دي ليهم الجمهورهم والمجلس الإدارة عاملة إزاي لو هم حسوا بإحساس ده بطولة أفريقيا إن شاء الله كون في نادي الأهلي وهم حسين ده جدا يا كابتن والدرجة أننا مش ببقى عايز أن يبقى فيه ضغطة عليهم بقى بزيادة يعني هم فاهمين جدا قد إيه الدوري خلاص اتحسن وإنه قد إيه أفريقيا هي الهدف في دلوقتي ومستر بايلر طبعا أكيد حاسس وعارف يعني ايه قيمة نادي الأهلي ويعني ايه بطولة أفريقيا في نادي الأهلي وببارك له طبعا برضو على الدوري إن هو حاسمه قبل الدوري مخلص بسبع مبرايات حاجاته حسب له وده ناتج عن البداية اللي هو بدأها في نادي الأهلي أول ما مسك هو اللي وصله إن هو يفنش الدوري إن هو إيخذ دوري قبلها بسبع مبرايات فببارك له وببارك للعيبة كلها تستحق الدوري عن جدارة بتمنى لهم إن شاء الله رب التوفيه في بلد أفريكا ومشوار أفريكا فاكر أول ماتش ليك قدام الزمالك كنت أنت وأحمد فتحي لصفقات الجديدة وأحمد فتحي جاب جون وأنت عملت التاني أساس؟ كانت كرة طويلة بشير التابع بيرجع على عبد مونصف ومتعب خطفها حتى طبعاً ده كان أول مشاركة لي أنا وأحمد فتحي بوراة ألو زمالك كنا صفكتين لسه جايين في يناير 2008 بالضبط من الحاجات اللي بعتز بيها جداً أنا كنت بتفرج على ماتش أهل وزمالك في البيت فجأة بقيت متواجد في الملعب ومش متواجد احتياطي ومنزلتش لقى متواجد وشاركت ومستر مانويل يشكر فينا في المؤتمر الصحفي أشد بيك جداً بعدها كسبنا 2-0 كنت محسوظ جداً اللعبة وسط الجمهور جاء وسط الجمهور مختلف جداً على الفترة دلوقتي انك تلاقي 60 ألف متفرج وانتي قاعد احتياطي وبتقوم تسخني عشان تنزلي ماتش أهل وزمالك ركبك بتخبط في بعض فطبعاً كنت سعيد جداً أنا في السيفي بتاعي أنا نلعب مباراة أهل وزمالك وليلتها طبعاً بركات طبعاً كابتن بركات اللي أنا من الناس اللي أنا بحبها جداً كان منوارنا مبارح حلقته كانت جميلة والحقيقة الناس كلها كانت متشوقاً هيتشوف بركات كده وأضيف في قناة الأهل كان دايماً يجي ينكشني كده يا ابني روح كلم الراجل أنت بتلعبش إزاي يا ابني روح كأي أقول له يا عبد سيبدي جالي بالليل ساعتها في المعسكر وقال لي نم كويس عشان أنت هتلعب فقالت له إزاي يلعب ده أنا كان طموحي أدخل سكور بس أموتش أهل وزمالك حسابي إن أنا دخلت سكور قال لا هتلعب فقال لي بص هو الخواجة دايماً بيحب ينزل وجوه جديدة في مبارات أهل وزمالك مبارات كبيرة يحب ينزل وجوه جديدة فاسمع كلامي أنت هتلعب فطبعاً أنا كده كده عمتاً بابقى مركز طبعاً صدقته؟ لا ما صدقته ما صدقتش غير وانا شايف في التغيير إن أنا نازل إن أنت نازل وكنت مبسوط جداً إن أنا شاركت في مبارات أهل وزمالك طب ووقتها لما عرفت إن أنت هتشارك في المباراة كان فيه خوف طبعاً طبعاً أنا أصلاً قاعد على الدكة والموتش بدأ وسامع صوت الجمهور صوت الجمهور نادي الأهل في الاستد حاجة ترعب الدكة بتتهز إحنا قاعدين بنترعب وجود الجماهير في المدرد بيفرق قوي بيدي بور غير عادي ممكن يصنع نجوم صح في ثانية ولكن فكر وقتها الجزيه طبعاً إن هو يحب ينزل وجوه جديدة في مباراة الزمالك اللي هي مباراة القمة الأهل وزمالك طبعاً فكرة برضو يدل على قد إيه الرجل ده كان مختلف رأى وراجل ذاكي جداً أنا بشوف دايماً اللعيب النجم بيظهر في المباراة التقيلة طبعاً أنا اللي خلاني ظهرت في الترسنة هي مباراة أهل وزمالك اللي كنت بلعبها ضد أهل وزمالك النادي الأهلي لما بيجي يشتري العيب هو بيظهر في المباراة اللي فيها ضغط كبير من الجماهير في المباراة الكبيرة فهو مستر مانول كان في المباراة الكبيرة ليه تاتش بتاعه كده زي ما بيقوله فما كنتش متوقع أنه أنا ممكن أشارك مباراة كبيرة زي دي حتى مباراة أسك طبعاً أفريكا اللي أنا شاركت فيها برضو أسك كان من الفرق اللي بتنافس عبر طول أفريكا وأنه أنا شاركت فيها زي ما كنت بقولك في أول حلقة هو بيبعارف إمتى هيحطك إمتى هتنزلي إمتى هتلعبي مش الوقت اللي أنت المفروض شايفة نفسك فيه كويسة وهتلعبي فدي من الحاجات اللي دو واختنا كلعيبة في النادي الأهلي إن إحنا مش عارفين نوصل لفكره شكراً للمشاهدة